إذن في الستوديو ينضم إلينا عضو اللجنة المالية النيابية السيد معين الكاظمي سيادة النائب أهلا وسهلا بحضرتك حياكم الله نربط الأحزمة اليوم هو أول اجتماع للموازنة إن شاء الله جاء الدين في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها إن شاء الله اليوم هو أول اجتماع لكم كلجنة مالية معنية بالموازنة راح تناقشون الموازنة مناقشتكم راح تتناول المبلغ الكل للموازنة حجم العجز بيها محاولاتكم لتخبيط حجم العجز إشلون الأجواء السياسية مهيئ لكم لتمرير الموازنة اللي راح يصير عليها الشغل بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وحييكم أهلا بك والمشاهدين العزاء طبعا في داخل اللجنة المالية هناك استعداد جدي لإجراء الدراسة وهناك أوليات حصلت بخصوص الإرادات والإنفاقات والعجز الموجود في الموازنة والآن ستبدأ الجلسات الرسمية للجنة المالية وستستمر يوميا لحين الخروج بقناعة وبتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية من المؤمل قبل عيد رمضان أو بعد العيد مباشرة ستكون القراءة الثانية للموازنة مع الملاحظات التي تقدمها اللجنة المالية وأعضاء المجلس الآخرين وبذلك سيكون هناك استعداد للقراءة الثالثة والمصادقة عليها بشكل عام هناك إلى حد ما هناك جدية لدى الكتل السياسية بضرورة تمرير فقرات وبنود هذه المسودة مع الأخذ بنظر الاعتبار هناك ملاحظات واعتراضات موجودة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار طيب سيد مؤين غالبا ما تبدأ الخلافات عند الدخول بالتفاصيل أعني هنا حصص المحافظات أيضا الطلبات إدراج تعينات وغيرها هل تتوقع أن تثار هكذا خلافات هذه المرة؟ طبعا أعتقد أن المسودة القانون الذي أرسله من الحكومة أخذ بنظر الاعتبار احتياجات المحافظات والإقليم كردستان والمناطق المختلفة صحيح أن هناك قد يكون اعتراض على تنمية الأقاليم المخصصة الـ 15 محافظة يعتبر مبلغ قليل قياسا بالسنوات السابقة ولكن عندما يكون هناك معلوم أن هناك مبلغ متبقي من الدعم الطارئ هو مخصص للمحافظات سيكون هناك قناعة لدى المحافظين والمحافظات باحتياجاتهم وهناك مبالغ مخصصة للوزارات ممكن أن تحول إلى المحافظات بدلا من تركيزها بيد الوزارات الاتحادية في جانب العمار والإسكان وغيرها من مشاريع مهمة فقضية الاعتراض على الحصص وغيرها يمكن حلها من خلال الحوار ومن خلال الأرقام الشفافة والبيانات الواضحة وإذا كان هناك خلل يمكن معالجته وهذا مسؤولية اللجنة المالية ومجلس النواب هو المناقلة وتخفيض بعض الأبواب سياتنا بلجنة النفط والغاز النيابية لديها وجهة نظر بموضوع سعر برميل النفط المثبت بالموازنة وترى أن هذا السعر مناسب بالتالي هل سيكون هناك تفاهم ما بينكم كاللجنة مالية نيابية ولجنة النفط والغاز للوصول إلى صيغة إلى رقم نهائي لسعر برميل النفط المعتمد بالموازنة أم سيثبت على ما هو موجود بالموازنة طبعا لا يوجد لحد الآن اعتراض على سعر 70 دولار لسعر النفط خصوصا أنها كعلامات لارتفاع هذا السعر برميل النفط مع الأخذ بنظر الاعتبار احتمالات 2024 و25 باعتبار أن الموازنة مخططة بثلاث سنوات ولكن لعام 2023 يعتبر السعر 70 دولار هو سعر جيد وتحفظي ويمكن الاعتماد عليه وعلى أساسه تم احتساب ثلاث ملايين وخمسمائة ألف برميل نفط بسعر 70 دولار وبسعر 1300 دينار وكانت الإيرادات النفطية هي 117 تريليون والإيرادات غير النفطية 17 أخرى والمجموع هو 134 ولكن يبقى الفرق بين هذه الإيرادات 134 والإنفاقات 199 فرق شاسع 64 تريليون لكن يعني عذرا للمقاطعة سياد النائب أن رقم العجز هو رقم التخميني بالبداية هو مخطط هذا المخطط فقط وليس الفعلي ولكن بالنسبة للتشغيلية التي هي مقدرة 150 تريليون بشكل عام تصرف بشكل كامل تشغيلية هي رواتب وبطاقة تموينية وحماية اجتماعية وغيرها إضافة إلى مصروفات الوزارات التي تعتبر مبالغها فائضة قضية الخدمات السلعية والصيانة وغيرها والأثاث مبالغ كبيرة بالتريليونات هذه تعتبر مصروفة وليس مخططة لها التخمينية والمخططة هي في الاستثمارية التي لا يمكن صرف 50 مليار 50 تريليون خلال ثمانية أشهر المتبقية من السنة صحيح أنها تعتبر ضمن التخميني ولكن تبقى التشغيلية إذا بقيت 150 تريليون فإنها ستصرف بشكل كامل طيب سيد معين هناك أيضا حديث عن ضرائب تتعلق بالوقود ولاسيما البنزين المحسن إذا تفرض الموازنة ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد هل من آراء حول هذه النقطة؟ طبعا ما تم بحثه مع وزارة المالية ووزارة النفط أن هذا الموضوع لا يؤثر على سعر البنزين والغاز في المنتج داخليا وهذه الأسعار لا تؤثر على المواطن ولا يوجد هناك زيادة وإنما بالنسبة للمستورد من خارج العراق فهذا الموضوع أخذ بنظر الاعتبار بحيث لا يكون هناك أعباء مالية على المواطنين وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والغاز الحر وتقليل الصرف الحاصل سابقا على استيراد الغاز إضافة إلى انطلاق مصافي أخرى مثل مصفى كربلاء هناك خطة لزيادة عدد المصافي بحيث لا نحتاج إلى استيراد المشتقات النفطية طيب سيادة النائب رئيس الوزراء هو من طلب الحضور إلى البرلمان وقال أن الحكومة لديها وجهة نظر ودد دافع عن بنودها ضمن الموازنة بالتالي إذا ما تحدثنا عن اللجنة المالية النيابية قبل الذهاب إلى البرلمان متى ستحتاج للجنة المالية النيابية حضور السيد رئيس الوزراء إليها؟ طبعا بالدرجة الأولى حضور رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب هو لتوضيح أبعاد وآفاق البرنامج الحكومي الذي ترجم في الموازنة لعام 2023 أن يوضح كثير من الأمور لأعضاء مجلس النواب طيب باعتبار أن هناك هواجز وهناك تخوف من هذا العجز الاربع وستين تريليون وهناك رفض بعض الأحيان من الديون الجديدة التي تقدر بتسعة تريليون دينار عراقي وهذا يؤثر على الجانب الاقتصادي في البلد وكيفية تزديدها للمرحلة القادمة خصوصا أن خطة وزارة المالية أن تزديد هذا العجز يجري من خلال الاستفادة من المبلغ المدور في الخزينة 23 تريليون وهناك 23 تريليون أخرى من المؤمل أخذها من البنك المركزي ولم يؤخذ رأي البنك المركزي لحد الآن وهناك 6 تريليون تباع كسندات وطنية وثلاثة يتم اقتراضها من الرافدين والتي بي آي لماذا ندخل في هذه الديون وهذه الدواب سيادة الناب فقط باختصار جدا المواطن ينتظر السقف الزمني للتصويت على الموازنة باختصار إن شاء الله خلال الشهر الخامس سيكون التصويت النهائي على موازنة 2023 شكرا جزيلا سيادة الناب سيد معين كاظم يعوض مجلس النواب واللجنة المالية نيابية شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر